الحكومة من بعد تكليف كارني هاما بتشكيل الحكومة والعملية المحادثات شغال على قدم الوساخ بين الأحزاب الثلاثة بدأت بين الاشتراك والشعب وانضم ليهم النيوز من الأسبوع الحالي وعقدت أكتر من جلسة فيه هناك ارتياح بين رؤساء الأحزاب الثلاثة ولكن إلى الآن لم تتضح الشكل العام بالنسبة للحكومة القادمة وان كان على الصعيد أو على في المقابل هناك خبر كان معنا النهاردة في النمسا انه بيطلب رفع الحصانة عن هيربت كيكل يعني عملية انه مش كفاءة انه هما سبوه يعني لم يشكل الحكومة ولكن هما برضو حزب الحرية بيتهم ان دي مكايدات سياسية الجارة ألمانيا اضطرت إلى انفصال الأحزاب الأحزاب الثلاثة لحكومة الألوان الثلاثة وحاليا عندهم انتخابات في فبراير القادم قرأتك للموضوع هل ممكن يكون هناك تأثير علينا في النمسا هنا من عملية فك الحكومة في ألمانيا يعني مثل ما قال السيد كاردني هامر المستشار النمساوي بأعتقد الخميس قبل الماضي قبل الأمس يعني بقصود قال بقمة بالمجر انه فعليا لكل بلد خصوصيته وحالته الخاصة الخبر المهم هلا احنا شو اللي بنا نقوله اللي هو ألا وهو أنه فعليا فعليا اعتمد التحالف الثلاثي يعني كارلني هامر وأندريس بابلر أقروا بإدخال السيدة بياتا ماينر رايزنجر من حزب النيوز إلى هذه المعادلة وفعليا مبارح بدأت المحادثات الثلاثية بشكل فعلي أو بالأحرى التمهيدية التمهيدية أو الاستكشافية أو الاستطلاعية كما يقال وليست هي مباحثات حكومية بشكل حقيقي فهذا هو الوضع الحالي تتذكر سيدي الكريم نفس القراءة اللي كنا نقرأها اللي كنا نقرأها من ما قبل ما تصير الانتخابات قلنا أن الحكومة المقبلة هي حكومة أوفاوبي أوفاوبي اس بي او والنيوز فبالتالي سيدي الكريم سيدي الكريم اليوم الواقع بيقول لك أنه بيقول لك أنه فعليا الحكومة الحكومة المقبلة هي فعليا حكومة تصالحية حكومة على مستوى عالي رح تكون طبعا أنا لا أعتقد أن الحكومة ستستمر يعني بأحسن حالات أعتقد يعني سنتين أو أكثر قليلا لأن الحالة الأديولوجية المبنية عليها حزب الشعب ليس بسهولة أن تتوافق مع الحزب الاشتراكي بصراحة يعني الحزب الاشتراكي شاهدنا استقالات كثيرة بالفترة الأخيرة يوجد صراع داخلي في البيت الداخلي للحزب الاشتراكي حزب النيوز لديه نظرة إصلاحية لديه نظرة صراحة يعني متطورة عن الحزبين ومتطلعين عايزين ياخدوا المالية وعايزين ياخدوا التعليم نعم إن كان الشعب ولا كان الاشتراكي ولكن إلى أي حد سيسمح للسيدة رايزينجر أن فعلا هي أوبيتها تطرق بصمة أن تحدث بصمة وتحدث هذا الفرق الذي تطلع له فبالتالي وتأخر يا سيدي الكريم أنت لاحظ ظهرنا صار لنا عشرين يوم بس استطلاعات كارلني هامر مع دريا سابلر كل يوم استطلاعات آخر شيء توصلوا لإدخال رايزينجر طيب وبعدين لهلا ما زالوا بالاستطلاعات يعني الاستكشافات الحكومية حتى الآن ما بلشت التحالف أو الوضع البرنامج الحكومي الذي ستم تقديمه للبرلمان وتقديمه للشعب بمؤتمر صحفي علني وأكيد الفقرات هتغطيه في وقته هذا الشيء لسه لا هلأ ما وصلوله بداية المحادثات الفعلية هتكون يوم للدين يعني ليست الفعلية استمرار المحادثات الاستكشافية لن يبدأ أحد حتى الآن بمحادثات حكومية يعني عم بيشوفوا كيف الوضوع هذا كيف نتعامل مع بعضنا كيف نتخذ القرارات شو دورك أنت شو دوري أنا شو صلاحياتي أم تم نتفق أم تم نختلف أم تم نتعرض شو القانون يعني تفاصيل كتير كبيرة تتذكر أنت سيد الكريم لما تحالف حزب الخضر مع حزب الأوفوبي يتوصلوا لاتفاق غريب جدا غريب جدا بصراحة أنا بالبرنامج الحكومي بيقول لك حزب الشعب هو مسؤول عن الوزارات الخاصة فيه والحزب الأخضر هو مسؤول عن الوزارات الخاصة فيه ومو شرط كل حزب يرجع للآخر ببعض الأمور كان فيه بصراحة وذلك استمرت الحكومة إلى يومها الآخر حتى الآخر أعتقد داي ممكن الوعد الوحيد فبالتالي ما بعرف إلى أي حد ممكن الاس بي او يوافع على هاي النظرية أو هاي المعادلة لأن كل واحد مسؤول عن وزارات محددة عنده موضوع مو بهذه السهولة سيدي الكريم فبالتالي المحادثات رح الطول وكل ما طالت المحادثات هذا يعني عدم التوافق والذي سينعكس على تراجع مدة الحكومة طيب ومقولت ليش رأيك في عقالة يعني رأيك في رفا الحصان عن كيكل هذا للتسويق الإعلامي سيدي الكريم لا أقل ولا أكثر هذا مادة مادة للتسويق الإعلامي ومادة لل يعني كلام أي سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر